لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي قدب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا فرحب بيكم وعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعنوان حلقتنا النهاردة هيكون ابن حجر ومجوز هذه الأمة وإحنا شوفنا في الحلقة اللي فاتت أن ابن حجر حاول يقول أن لا جبر ولا قدر وعايز أفكركم بس يعني إيه لا جبر ولا قدر الجبر أن الله هو المسؤول عن كل أفعال الناس والقدر الناس بتقول إحنا أفعالنا إحنا المسؤولين عنها وإحنا اللي بنعملها مشارها وخيرها لكن ابن حجر أكد اعتقاده بالكسب وإن الإنسان بيكون عنده القدرة على فعل الأشياء بس لما يجي ينوي عملها الله هو وقتها اللي بيديه القدرة دي وإحنا أخدنا أمثلة كتير الحلقة اللي فاتت هنشوف في الحلقة دي هل ابن حجر وقع في القدرية ويعني إيه وقع في القدرية بمعنى أنه خطف القدر بالباطل لأن كل اللي بيخط في القدر بالسلب أو الإيجاب بيكون خطف القدر وهنشوف برضو هل ابن حجر وقع في الجبرية فأول ما رجع هنبتدي نقرأ منه فتح البياري شرح سعيد البخاري كتاب التوحيد يقول لنا كده ابن حجر بيقول قال الكرماني وأول ما بيقول قال الكرماني يعني بيستشهد بيه يعني موافق على كلامه مش بيرد كلامه يعني موافق عليه كده بيقول وقصد إلى الله تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله وجهتان جهة تنفي القدر وجهة تنفي الجبر فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عادة وهي صفة يترتب عليها الأمر والنهي والفعل والطرق فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق وما أسند إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب يعني هو بيشرح لنا بهم المختصر يعني إيه الكسب يعني في الحقيقة إن ابن حجر وقع في الجبر برغم محاولته إنه يفر منه ومن القدر برغم برضه إنه كان عايز ياخد مكان وسط بينهم يعني وده اللي هيأكدهن دلوقتي الشيخ البراق في تعاليقه على كلام ابن حجر هنشوف كلام كده الشيخ البراق بيقول إيه وهذا هو الذي عبروا عنه بالكسب يعني الناس اللي بتعبر عن الموضوع اللي هما بيقولوا عليه ده بالكسب وعلى هذا فمسهبهم راجع إلى مسهب الجبرية يعني إيه يعني الكسب راجع للجبرية لأن لو لا إن الله بيدي القدرة لإنسان بيكون الله هو المتحكم في أفعال العبد لكن فيه إشكال بيقول كده ولكن الإشكال كيف الجبر والكسب يجتمعان في وقت واحد يعني إزاي الواحد يبقى مجبور وفي نفس الوقت هو يعني عنده الكسب ده اللي هو بيقول عليه فبيقول كده إما أن يكون الإنسان مجبور فلا كسب لها أو يكون له كسب حينها لا يكون مجبورا وهذا تناقض اللي احنا بنقول عليه ده أشار لي مين؟ أشار لي الشيخ صالح ابن عبد العزيز قال الشيخ في كتابه اسمه اتحاف السائل بما في التحوية من المسائل بيقول إيه؟ بعد طبعا ما بيقرر أن الكسب هو مسحب الجبرية فبيقول لنا مسحب الجبرية والجبرية كما ذكرنا لها طرفا من مسحبهم في قول الأشعرة والجهمية الجبرية فسروا الكسب بأشياء كثيرة وبعبارات متنوعة لحاصل لها مع التحقيق يعني بيقول لنا الشيخ لا حاصل معها مع التحقيق يعني لا معنى على الحقيقة يعني هما بيقولوا كده احنا كسب يعني احنا مش مجبورين لكن لا بعد كده الشيخ بيكمل يقول إيه؟ كيف يكون الإنسان كسب وهو مجبور يعني بيقول إزاي يكون كسب؟ يعني مخير أنه يعمل الفعل وينوي وهو رط الحرة يعني والله في نفس الوقت الله هو اللي بيدي له قدرة ومن غيرها ما قدرش يعمل يعني من غير قدرة الله يبقى برضو الله هو المتحكم يعني مجبور يبقى ابن حجر حاب يكون في منزلة وسط بين الجبر والقدر ولكن وقع في الجبر طب هل ابن حجر وقع في القدر كمان؟ طبعا أيوة وقع في القدر وده احنا هنشوفه في كلام ابن تايمية في مجموع فتاة وابن تايمية بيقول كده والحيزة كان يدخل عندهم الجبرية في مسمى القدرية المزمومين لخوضهم في القدر بالباطل إزهازة جماعة المعنى الذي زمت به القدرية يعني اللي يخوض في الجبر بالباطل برضو اسمه قدرية مزمومين وإن كل من الجبرية والقدرية وقعوا في القدرية لأن الجبرية بتثبت القدر والقدرية بتنفي وكأن كل إنسان هو خالق طبعا مع الله إزاي؟ يعني واحد بيقول أنا اللي بعمل الحاجة يعني أنا اللي بعملها أنا خالق أعمالي بنفسي الله ما علوش دعوة بيك كأنه خالق مع الله فهم كده هنشوف دلوقتي تعليق هنشوف ابن حجر قال إيه والتعليق عليهم بيقول إيه ابن حجر قال إيه في باب المشيئة والإرادة هنشوف الشيخ البراك وعلق عليه الأول نبتدي بالمرجع سهل بخاري كتابة توحيد باب في المشيئة والإرادة قال الحافظ ابن حجر فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك علامة على إنه قدر عليه بالعقاب إلا أن يشاء أن يخفر لهم من غير المشركين ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالسواب وحرف المسألة أن المعتزلة قاصل خالق على المخلوق وهو باطل الشيخ البراك راح علق على الكلام ده وقال إيه هذا قول القدرية الجبرية الجهمية فإن مسهبهم نفي الأسباب وإنها محد إمارات على ما يحدثه الله سبحانه وطبعا كده بيأكد كده إحنا بنتأكد إن عقيدة ابن حجر خدت من إيه؟ أخدت من القدرية الجبرية الجهمية والقدرية بكلام ابن حجر اللي نقنا في بداية الحجر في بداية الحلقة إنه هما إيه؟ مجوس لأن الإنسان اللي مسؤول عن أعماله هما كأنه خالق مع الله طب خلينا كده نشوف مرجع بيأكد إن القدرية هما مجوس الأمة المرجع في حز الخلاصم في إفحام المخاصم عند جريان النظر في أحكام القدر وباقي اسم المؤلف هتلقوا قدامكم على الشاشة بيقول كده وعن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله القدرية مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم يعني محدش يزورهم لو حد فيهم معي وإن ماتوا فلا تشهدوهم محدش يروح لجلزاتهم ولا يعزيهم وبعدين يقول لنا كده عن أبي الدرداء قال قال رسول الله يكون في آخر أمتي قوم يتفقهون في دين الله ويقرؤون كتاب الله كما يشرب الماء البارد ولا يجاوز طراقيهم يكذبون بأقدار الله عز وجل وهم جوس أمتي هم جوس أمتي هم جوس أمتي وعن أبي هريرة قال قال رسول الله إن لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الأمة القدرية فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم طبعا اللي هيطعن في صحة الأحاديث عن القدرية لأنه فيش حاجة كان اسمها قدرية عام الرسول لكن اللي بيطعن في الأحاديث دي في نفس المرجع الرد على يعني اللي هيطعن في صحة الأحاديث بيقول كده أحاديث القدرية لا تصح وقد ترقب مجموعها إلى درجة الحسن ومع ذلك فإن الحكم بأن القدرية هم جوس هذه الأمة حكم قاطع بصرف النظر عن ثبوت الأحاديث لأن السلف أجمعوا على أن القدرية مجوس هذه الأمة ولذلك لأنهم عارفوا أن قول القدرية هو قول المجوس وده سؤال بقى إحنا بنترحه لكل مسلم إزاي تقد شرح؟ أهم كتاب بعد القرآن من واحد بيعتبر مجوسي بنص الأحاديث وخصوصا لو عرفنا أن حكم القدرية القتل خلينا شوف فين الكلام ده والكلام ده مفاجأة طبعا لأن حكم القدرية القتل في مرجع كمان لابن حجر وهو فتح الباري بشارة سهل بخاري كتاب الديات بقى لله وتعالى النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن بيقول كده وقول جماعة من الأئمة إن تاب أهل القدر وإلا قتلوا وقال جماعة من الأئمة يضرب المبتدع حتى يرجع أو يموت والقول في القدرية وسائر المبتدعة مفرع على القول بتكفرهم يعني يتقتلوا يعني مكفرين يعني مجوسي حكمه القتل لأن المجوس بيشتركه في الخلق مع الله هو بيقول أنا بعمل بخلق أفعالي يبقى أعظم اللي شرحوا السنة محكوم عليهم بإيه أعظم اللي شرحوا السنة محكوم عليه إنه هو مجوسي لو أبن حجر العسقياني ومحكوم عليه بالقتل خليني ألخص اللي أنا قلته النهاردة في الحلقة الشيخ صالح عبد العزيز الشيخ صالح ابن عبد العزيز قال الشيخ في كتابه اتحف السائل بما في التحوام المسائل طبعا بعد إنه بيكرر إن الكسب هو مسهب الجبرية بيقول كده وقرر طبعا إن الكسب ده مسهب الجبرية يعني اللي يقول بالكسب ده جبري ده مش متوسط بين الجبر والقدر لا ده جبري لأن الله هو برضو المتحكم في الإنسان هو اللي بيدي قدرة للإنسان إنه يعمل الشيء لما ينويه شيخ الإسلامي من تيمية قال ولهذا كان يدخل عندهم الجبرية في مسمى القدرية المسمومين لخوضهم في القدر بالباطل يبقى برضو قدري وخاط في القدر بالباطل يبقى برضو قدر في القدرية وشفنا ابن حجر قال إن في باب المشيئة والإرادة فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك علامة على إنه قدر عليه بالعقاب ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة إنه قدر عليه بالسواب والشيخ البراق علق على كلام ابن حجر وقال وهذا هو قول القدرية الجبرية الجهمية وشفنا إن القدرية مجوس هذه الأمة وحكمهم القتل ومتكفرين وتابعوني الحلقة الجاية عشان نعرف أكتر يعني إيه جهمية وعلاقة ابن حجر بيهم وألتقي بيكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أرد بعقل إذا ما نقبل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين حقل المساء